اهلا بحضرتكم وزارة القوى العاملاء اعلنت ان مكتب التمثيل التابع لها في ايطاليا اكد على صدور مرسوم من مجلس الوزراء الايطالي بشأن الاعداد المطلوبة للعمل بايطاليا على مهن محددة وان عملية التقديم تبدأ من يوم 27 من مارس المقبل عن طريق الاعلان والتقديم على تلك المهن من جانب اصحاب الاعمال وللتفاصيل تقول ان رئيسة مجلس الوزراء الايطالي جورجيا ميلوني اصدرت مرسوما بشأن تدفق هجرة العمالة الى ايطاليا من خارج دول الاتحاد الاوروبي التي ابرمت اتفاقيات ثنائية مع ايطاليا في مجال هجرة العمالة والتي تبلغ نحو 32 دولة من بينها مصر وذلك لاسباب تتعلق بالعمل الموسمي وغير الموسمي والعمل الحر واضح محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بايطاليا ان المكتب يتابع هذا المرسوم ويتواصل مع كافة الجهات الايطالية المعنية لحصول العمالة المصرية على العدد الاكبر للعمل في المهن المطلوب وشيرا الى ان اصحاب الاعمال الايطاليين او غير الايطاليين المقيمين في ايطاليا بشكل قانوني لهم الحق في استقدام العمال بعد الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية وان عملية التقديم سوف تبدأ يوم 27 مارس المقبل وسيتم وقتها طريق الاعلان والتقديم على تلك المهن من جانب اصحاب الاعمال واضاف حمزاوي ان مكتب التمثيل العمالي يتابع ايضا البيانة المشتركة الذي سيصدر عن الوزرات والجهات الايطالية المهنية بشأن الاحكام التنفيذية لهذا المرسوم وقال تقرير المكتب العمالي الذي تلقى وزير القوى العاملة المصري حسن اشحات ان الحصة الاجمالية المكررة لدخول الاجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الاوروبي الى ايطاليا نحو 82705 اجنبي للعمل الموسمي وغير الموسمي والعمل الحر منها عدد 38705 تصريح اقامة للعمل غير الموسمي والعمل الحر و44000 تصريح للعمل الموسمي ولكن الحصة المكررة للعمل غير الموسمي تصل الى 37805 تصريح من الحصة وتشمل قطعات النقل البر والتشييد والبناء والسياحة والفنادق والميكانيكا والاتصالات والاغذية وبناء السفن وبالنسبة للحصة المكررة للعمل الحر تصل الى 900 تصريح منها 370 تصريح للاجانب الحاصلين على تصريح اقامة للدراسة او التدريب المهني في ايطاليا وايضا 30 تصريح للاجانب الحاصلين على تصريح اقامة لفترات طويلة بدولة اخرى بالاتحاد الاوروبي و500 تصريح للاجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الاوروبي وزي ما ذكرنا لحضراتكم عملية التقديم تبدأ من يوم 27 مارس المقبل عن طريق الاعلان والتقديم على تلك المهن من جانب اصحاب الاعمال بعد التأكد من عدم توفر العمال المطلوبة داخل الاراضي الايطالية ومستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم